صباح الخير صباح النور كيفك يا جميلتي يا حلوتي يا غاليتي يا قلبي حبيبتي حبيبتي صباح الخير مستمعينا ومشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي صح صح حلقة مليئة بالحب حلقة مليئة بالعتاب مش بيننا بس مش بيننا الحمد لله بقولك العتب على قد المحبة أنا صرت أكره العتب أو صرت أحس أن الواحد مش ناقصه بالزلط مع الظروف الصعبة يعني أنا كنت من أكثر الأشخاص المعاتبين ممكن تشوفوهم على وجه الكوكب وبخبيش بقلبي وإلى آخره هلأ وصلت لمكان ما هو كمان العتب بياخد من طاقتك بيستهلكك بيستنزفك وخاصة إذا الشخص اللي أمامك هذا العتب لن يعني لن يفيد ولن يضر معه يعني بتحسي أنه لا بيقدم ولا بيأخر بيقدم ولا بيأخر شو ما رح تقولي له هو شخص نيوترل شخص واقف على الحياد أو بيسمعك بس عشان يرد عليكي مش لأنه بده يسمعك أو يغير من نفسه أو يغير من الأستيوت تبعه أو من سلوكيات وإلى آخره فبالتالي أنا أنا من الأشخاص ألا ممكن أنتو مش ضرورة يكون صح ما بعرف طفى قلبي من العتاب تعرفي إحنا استوحينا هذا الموضوع من مقالة بصحيفة الغد عنوانها هل يبقى العتب على قدر المحبة؟ لأنه مش دائما يبقى العتب على قدر المحبة في بعض الأشخاص بيبرروا عتبهم وكلماتهم الجارحة وأسلوبهم اللي في بعض الأوقات بيكون وقح في المعاتبة على أنه محبة أو على أنه تقدير للشخص التاني وخوف من خسارة الطرف الآخر ولكن أنا أعتقد أنه بعد عام 2020 تحديدا كلنا مرأنا بإتقرابات نفسية وبأثار نفسية لم نكن نتوقعها فبالتالي كل واحد صارت أولوياته مختلفة وكمان طاقته الاستيعابية للآخر أقل فبطل في مجال أنت لا تملك أي شخص آخر مشكلة الأشخاص اللي بيعاتبوا أنه هم بيحسوا حالهم بيمتلكوكي كصديقة كزوجة كابنة دائما في عتب وأنا مع نادية يعني أنا ما بحب ثقافة العتب يعني لا بعاتب ولا بحب أتعاتب ولا أنا صراحة الواحد عقله براسه بيعرف خلاصه يعني هلأ أشوفوا فيه شغلة يعني أنتوا آمنوا فيها وصدقوها من باب الإنصاف تقبل ردة فعلي تقبل ردة فعلي مثلما أتقبل مرارة أفعالك ما تحاسبني على ردة فعلي تجاه فعل أنت ارتكبتك صح عشان كون كمان واقعين يعني ما بصير أنا أزرحف بالكلام وأزعل ليش هي ردت علي طب ما كيف هاي بتعرفي هاي مشكلة كتير يمكن أنا من أكتر الجمل اللي مكررتها بحياتي إنه عن جد بحكي العبارة اللي أنت قلتيها اسمعني عشان تفهم مش عشان جاول أيوة يعني بالشغل بالحياة بكل تفاصيل كتير عنا مشكلة إحنا ما بعرف كبشر لما منكون بموقع خلينا نقول مواجهة أو نقاج الطرف الثاني يتأهب يعني كيف الجندي بالحرب بلبس الخوذة وبجهز جهز بتأهب ببطل يسمعه وبيصير بس بتضيول قط كلمة عشان يرجع يبني عليها اللي أنا عم بحكيه هو ردة فعل لأفعالك أو ردة فعل لتصرف أنت تصرفته فما تحسبني عليه طبعا الله عليك يرهوفي بعدين فيه أشخاص أيضا لا يجب أنه عاتبهم منهم منهم شخص تعرف أنه بكرهك ويغتابك كثيرا وبستنى فشلك ولكن وإنت قاعد معه بحكي لك كلام معسول هذا كافي ليدل بأن لحضورك هيبة يكفي بأن يحولوا إلى شخص منافق وشخص جبان هذا لا تعاتبه لأن الجبناء لا يعاتبون الله عليك الله عليك تحكي عنك تقعد معاك بتعطيكي كومبليمت بالضبط شكرا عفوا بالضبط نعطيها هيبتي هيبتي يعني عليك يلا إحنا مكملين معاكم بحلقتنا لليوم من صحصيح وعم نحكي هل يبقى العتب على قدر المحبة الأخصائيين النفسيين أحيانا بيبرروا موضوع كثرة الشكوى وكثرة العتب من قبل طرف باتجاه الطرف الآخر دائما بأي علاقة إنسانية سواء صداقة أو حب أو زواج أو 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 بتلاحظي أنه في شخص هو اللي دائما بيعاتب وفي شخص هو دائما المتلقي لهذا العتب التفسير بأنه في بعض الأشخاص بيطلعوا نقصهم من خلال معاتبة الطرف الآخر طبعا يعني مثلا بيكون عندهم إنسيكوريتيز معينة غيرة زايدة شك زايد مرات حتى عم بحكي بين الصحبات حب تملك بتلاقي واحدة عندها صحاب أكتر من الثانية عندها نشاطات اجتماعية أكتر من الثانية فبتصير هي لأنها مأهورة لأنه هي حاسة حالها فاضية لأنه هي وحيدة لأنه بتصير تعاتب بشكل أكبر فبالتالي هو مش دائما نابع عن محبة هذا اللي عم نحاول نوضحه ممكن عن فضاوة ممكن عن فضاوة ممكن عن غيرة ممكن عن الشيء زي ما قلنا نقص معين موجود عند الطرف الآخر ترفي راف أنا شو الترن أوف تبعي مع الناس في ناس بيعاتبوا بطريقة وينك موم بلاقي دقيقة رنيلنا في ناس والله العظيم بختصر أحكي معهم عشان ما يعاتبوني مية بالمية وحياط الله صح؟ صح صح مرهق موضوع العتاب جدا وفي ناس يعني بقولك أنه لسه قبل شي كنا عم نحكي خصوصا بين الصحبات الحياة بتاخد كل واحدة باتجاه يعني مش بالضرورة مثلا جوزك وجوز صاحبتك يكونوا صحاب أو ينسي جموع ممكن واحدة تجيب بيبي التانية لسه يعني الناس يعني ذي سبلت أبار هلا المحبة بالضلمة وجودة بس إنه ما حدا بتقدري تجبريه إنه يكون فاضيرك كل يوم يحكي معك كل يوم ويشوفك كل يوم لأ طبعا وبعدين في شغلة بتخص المرأة بالتحديد ما إنه عم نحكي عنها بس مش بين نطاق الصحبات بين نطاق الشراكة الزوجية مثلا أو الحب أو إلى آخرية بقولك المرأة إذا كانت حاببتك ممكن تيجيك من باريس عشان تتناول معك فنجان قهوة في عمان إذا كانت إذا فقدت اهتمامها فيك بتكون قد تكسل إنها تمرر لك المملحة ف It's all about the interest صح فقدت الاهتمام وللستاتك مهتمة مظبوط شوفوا يا شماعة في شغلة لازم تأمنوها ما في بني آدم بالدنيا آخر إطعى آه ما في كل خسارة وراءها لحظة ميلاد خسارة شخص خسارة وظيفة خسارة حلم بقولك كن بسيط في كل شيء بالدنيا إلا بأحلامك انتزعها بقوة من الحياة بس أحلامك اللي قاتل عشانها ما عم بقولكم في في فعليا أشخاص هم بيعتبروا إخوة لنا مع اختلاف نهايات أسمائهم في أشخاص مواقفهم أثبتت بأنهم لأ بدهم يشوفون بأعلى المراتب وبدهم يشوفون مرتاحين ومبسوطين ولكن اللي بيروح هو مش آخر قطع على قولة رد والشربين ما فيش راقل آخر قطع فكل شخص بتخسره فيه ورا نصر معين أو كسب معين تعرفوا مبارح حضرت فيلم The Curious Case of Benjamin Button هذا فيلم أديم مش جديد بس الواحد لما بيحضر الفيلم بمرحلة عمرية مختلفة بيفهموا بطريقة غير يا أختي بتعرف إنه صح؟ نفس الفيلم أو بيستشف منه رسائل مختلفة الله عليك لكل اللي ما بيعرف هو قصة خيالية طبعا بأنه فيه شخص يولد كبير في السن وبيبدأ يصغر اللي أنا اكتشفته بأنه لو كلنا بنقدر ننولد كبار ونبدأ نصغر لكتير عملنا أشياء مختلفة بحياتنا إي زي إيش؟ بتزعلي أقل بتنقهري أقل بتقبلي الموت أكتر بتقدري يعني هو كان وكأنه عندما ولد عمره بالتمانين فبدأ شوي شوي ركبوا يوقفوا بدأ شوي شوي يقيم النظارة ويقدر يشوف فصار يقدر كل النعم اللي إحنا تولد معنا ومنعتبرها من المسلمات حتى علاقته مع الموت علاقته مع الناس التسامح اللي كان تجاه الأشخاص هذا لأنه هو عارف حاله مختلف ولكن هو ما رفض هذا الاختلاف بل العكس احتواه وحب حاله وإبل إنه I'm different فهيك بعرش كيف في أفلام معينة بتعلمك إشياء لما بتحضريها بعمر تاني كتير صح فيها نضوج معين مضبوط أتمنى إنه إحنا نكون قادرين في مرحلة عمرية مبكرة أن ندرك بإنه هاي الحياة أدمى فيها تحديات ومساومات ومطبات ولكن بالنهاية إحنا خلقنا لنعيش لنعيش مبسوطين مضبوط للأسف مرات بنكون عايشين عم من عد أيام بتصيري تقول يا رب يا رب يجي بعد أسبوعين عشان أحضر خطبة صاحبتي هدول الأسبوعين اللي أنت عم بتقطعيهم تقطيع بعمر معين تصيري تتمني إنهم يكونوا أبطأ من السلحفة في قول بس بحبه كتير يمكن ما بعرفه قول لازم دائما نتذكره في العادة لا يقلق من له أب فكيف يقلق من له رب الله صح 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 ماردنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة